الرئيس الموريتاني محمد العبدالعزيزي عود العربعاء إلى العاصمة واكشوت قادمة من مدينة واذب منهيا بذلك جولة داخلية قادته إلى عشر ولايات وقد تركزت الجولة الداخلية التي تسبق الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية المرتقبة على تعبئة وطور الولايات المزورة للتصويت بكثافة لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم مع تدشينه ووضعه الحجر الأساس لعدد من المشاريع في بعض الولايات بدأ العبدالعزيز جولته الجمعة الماضية من مدينة روسو عاصمة ولاية ترارزا وفيها أعاد الحديث مجددا عن موضوع مأموريات رئيس الجمهورية وأكد العبدالعزيز في ذلك الخصوص أن المأمورية الثالثة غير ممكنة لكنه طالب وطور ولاية ترارزا خلال لقائه بهم بدعم استمرار المسار التنموي للبلاد وفق قوله عبر التصويت للحزب الحاكم وإكسابه أغلبية مريحة في البرلمان وفيما لم تتداول وسائل لألام المحلية الرسمية والمستقلة مواضع محددة في ولايات الجنوب والشرق لفتت دعوة الرئيس والعبدالعزيز من مسقط رأسه ولاية إنشيري مغاضي بالحزب إلى سحب ترشحاتهم ودعم لوائح الاتحاد وهي الدعوة التي استجاب لها مرشحون في بعض بلديات واكشوت وسحبوا ترشحاتهم في مدينة تجججة اختارت الساكنة أن تنظم استقبالا من نوع خاص للرئيس محمد العبدالعزيز استقبال كان مختلفا عن استقبالات بقية الولايات حيث ردد سكان المدينة شعارات متدمرة من العطش وفي ولاية تيرزامور اختلف برنامج الزيارة قليلا عن البرنامج الموحد لثمان زيارات سابقة حيث تضمن برنامج الزيارة وضع الحجر الأساسي لمشروع بناء مسجد فيما اقتصر برنامج بقية الزيارات السابقة ومن بعدها زيارة واذب على لقاء الأطر وكان الرئيس الموريتاني محمد العبدالعزيز قد زار أياما قليلة قبل انطلاق الحملة ولاية الحوض الشرقي والعصابة وطالب العطر بدعم خيارات الحزب مؤكدا أن دعم هذه الخيارات يعني مأمورية ثالثة ورابعة له اشتركوا في القناة